النهاردة بقى موضوعنا مختلف حبتين النهاردة هنتكلم عن الموضة الموضة؟ ايه يعني؟ هنتكلم عن اللبس؟ أحدى الصيحة في اللبس؟ لا هنتكلم على أحلى ألوان في الماكياج الجديدة؟ لا طب هتكلمين عن ايه يا إيمان النهاردة؟ هنتكلم على موضة كده في الجواز بس مضيقان شوية الموضوع يعني ايه؟ قال ايه؟ التطور الطبيعي لجواز الصالونات جواز الديت اه والله ايه الديت ده؟ يعني نستقولك ديت ونستقولك فرست ديت دي موضة طلعة في الجواز هي يعني من الاخر جواز صالونات بس يعني مضرن شوية اقول لكم انا بقى ايه المتعرف عليه؟ المتعرف عليه زمان ان جواز الصالونات ومن اسمه يعني جواز صالونات كنا زمان نشوف عريس بيجي اهلا وسهلا الاهل يبقى عارفين هو مين وابن مين ويشتغل ايه والدنيا حصل موافقة مبدئية بيبتدي العريس ييجي البيت هو واهله ونبتدي نقعد قاعدة حلوة كده عائلية خلاص وبعدية لو مثلا حاسين ان ممكن حايزين يتكلموا مع بعض شوية اكتر بيدهم معات تاني بس بدل ما العيلة الكبيرة كلها تبقى موجودة بنشيل شوية ويبقى البنت والشاب ومعها مثلا اخوها او معها اختها وهو معها مثلا مام تموم ايه بس بيبقى فيه اهل موجودين التعارف الرسمي اللي هو الجواز السالونات خلاص كده طيب دلوقتي بقى يعني جواز السالونات موجود زي ما هو بس هي فيه موضة موضة جديدة الديت بقى المقابلة بتكون بقى ايه بدل ما بتكون المقابلة جوه البيت بتبقى المقابلة برا البيت وغالبا الاهل ما بيكونوش موجودين اصلا في المقابلة دي لانها بتبقى مترتبة عن طريق صحابهم في الاغلب يعني صحاب فلانة لا ده بنت خلط ما عافش مين شافها فين ويا معها في الدرس فين في الجمع بيبقى من برا صحاب يعني الجوازة دي بيتقابلوا الاول هم الوحديهم بيبقوا برا البيت وعلى فكرة مشاهير عالم كتير قوي اتعرفوا على بعض بالطريقة دي يعني من نجوم المشاهير يعني انا عايزة اقول ان الطريقة دي مش عندنا في مصر بس او في المطن العربي بس لا ده كمان في العالم كلها ومن الفيرس ديت او الديت اتبنت قصص كبيرة جدا وتحولت لقصص حب نكحة جدا طيب النهاردة في حلقتنا هنتكلم على الظاهرة دي اكتر هنعرف ايه مميزاتها ايه عيوبها يعني ايه الحاجات اللي المفروض اعملها ايه الحاجات اللي ما ينفعش يعني انا اعتقد ان الفيرس ديت ده برضو هيبقى فيه اسئلة تتسئل وحاجات لقى مفروض اقول ايه وماقولش ايه طيب هل فعلا الفيرس ديت ده او الديت اه 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 انجح من لما يكون الاهل قاعدين كلهم في القاعدة وانيهم بصة على العريس والعروس تحس ان هي قاعدة مامتو قاعدة واخدى بالها من كل تفاصيلها يعني ان هم يبقوا لوحديهم برا ده احلى انجح ولا ايه